السلام عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنبي مؤتمر اتحاد المصارف العربية في لبنان تعزيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة البطالة سد الموصل محور حرب بين البشمرقة وداعش مشاكل فنية في بنيته جعلته الأخطر في العالم حركة استثمارات تبدد صور الحرب في سوريا وشركة لصناعة الدواء والسيارات أهلا بكم لم تتراجع هيئة التنسيق النقابية في لبنان عن مطالبها بزيادة الرواتب والأجور على الرغم من فقدانها ورقة الضغط الأساسية بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية بعد إصدار وزارة التربية إفادات نجاح لجميع الطلاب الهيئة اعتصمت أمام وزارة الاقتصاد في وسط العاصمة بيروت ضمن سلسلة تحركات بدأت منذ فترة طويلة للضغط على الحكومة والبرلمان لإقرار زيادة الرواتب علما أن كتلا سياسية ترفض حضور جلسة تشريعية لإقرار زيادة الأجور في ظل الفراغ الرئاسي الذي دخل شهره الرابع في لبنان مؤسف هذه السلطة صامة أدانا وبالتالي هذا بفرجينا أن الصراع كبير رح يكون عنا فعلا بداية تغيير نظام حقيقي لأنه كرة التالج عم تقبل رغم الضغطات السياسية اللي عم تمارس على العمال والموظفين هناك صراع لا شك أن هناك صراع بين الحركة النقابية والسلطة السياسية نحن نريد أن نحقق السلسلة ونريد أن نعيد للشهادة دورا وإلى جانب الاعتصامات المتنقلة في بيروت عقد مؤتمر لاتحاد المصارف العربية بحث سبل تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نشاطها لتحفيز معدلات النمو والحد من البطارة بين الشباب وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 80% من المنظمات الاقتصادية في الوطن العربي رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزاف طربي أكد أنه لا يمكن تحقيق تنمية من دون تمويل مصرفي داعيا إلى زيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حجم قروض المصارف العربية والتي تزيد على 1600 مليار دولار وقد أثبتت التجربة في معظم دول العالم المتقدم كما في بعض دولنا العربية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية من المشروعات الكبرى فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محوري وهام في الدول العربية نظرا لدوره الكامل في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط على أسواق العمل تدفق النفط الخام عبر خط أنبيب كردستان العراق إلى تركيا من جديد بعد إنجاز أعمال رفع ضاقته إلى 200 ألف برميل يوميا ومن المتوقع يزيد الضخو إلى 250 ألف برميل يوميا خلال فترة قريبة خط الأنبيب ينقض الخام من حقل تقطق شمال العراق إلى ميناء جهان التركي على البحر المتوسط ونقل منذ افتتاحه بداية العام نحو 7 ملايين و800 ألف برميل صدر منها 6 ملايين ونصف مليون برميل استعادت قوات البشمالكا الكردية استيطرة على سد الموصل المائي لستراتيجي بعدما طردت مسلحي داعش منه ما هي الأهمية الاستراتيجية لسد الموصل وكم تبلغ سيعته المائية التفاصيل مع عبدالله ظاهر أهلا بكم سد الموصل هو أكبر سدود العراق المائية يتمتع بموقع استراتيجي ويؤمن المياه والكهرباء لنحو مليون عراقي يقع السد على بعد نحو خمسين كيلو مترا شمال مدينة الموصل على نهر دجلة تم بنائه عام أربعة وثمانين وهو يعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط ومن أخطرها الخطر ينبع من مشاكل فنية في بنيته لكونه أنشئ على تربة كلسية وجرية قابلة للذوبان وتحتاج بصورة مستمرة إلى التدعيم وملء التجاويف بالإسمنت ومن أجل تعزيزه ومنع انهياره انهيار قد يدفع المياه التي يبلغ ارتفاعها 20 مترا باتجاه مدينة الموصل التي تضم نحو مليون وسبعمائة ألف نسمة ما دعا فريق الأعمال الهندسي التابع للجيش الأمريكي عام 2007 إلى اعتباره من أخطر السدود في العالم يبلغ طول السد الرئيسي نحو ثلاثة كيلو مترات فيما يبلغ ارتفاعه 113 مترا وتطلب إنشاؤه نحو 38 مليون متر مكعبة من المواد معظمها من الخرسانة والتربة يقدر معدل إنتاج السد من الكهرباء بنحو ألف ميجاوات ويغطي حاجة أكثر من نصف مليون مواطن كما يخزن كميات من المياه تبلغ 12 مليار متر مكعب لأغراض الشرب والزراعة لجميع أنحاء محافظة نينوة قبل أسبوعين فرض عناصر داعش سيطرتهم على السد وهددوا بتفجيره وإغراق مناطق واسعة بالمياه لكن قوات البشمرقة الكردية استعادت السيطرة عليه بغطاء جوي أمريكي ارتفع العجز التجاري للأردن في نصف الأول من العام الجاري إلى 7 مليارات وخمسمائة مليون دولار بزيادة تجاوزت 10% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي البيانات الرسمية أظهرت أن قيمة واردات النفط الخام ارتفعت بنحو 30% خلال هذه الفترة ما أثقل كافة الواردات في الميزان التجاري وشكل العجز التجاري المزمن وعجز الميزانية الحكومية المتزايد أكبر مصدر قلق لصناع السياسات الاقتصادية في الأردن بحث وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال السورية كمال الدين طعم مجلة تعاون المشترك مع ممثل شركة كوزموس الهندية وتركزت المباحثات حول مشاركة الشركات الهندية بإنعاش قطاع الصناعة وتزويد شركات الصناعية السورية بالآلات والمعدات والمواد الأولية اللازمة وعرض طعم مشروعا مشتركا لإقامة معمل للسماد الفوسفتي في منطقة تدمر إضافة إلى إقامة شركات لصناعة دوائية وصناعة السيارات بدأت حركة استثمارات محلية سورية ملحوظة تبدد صور الحرب المشتعلة رئيس الحكومة افتتح مشروعا ضخما في مشروع دمر شمال غرب العاصمة في مرخصة الحكومة لنحو تسعة وثلاثين مشروعا استثماريا منذ بداية العام في محاولات لتنشيط الاقتصاد وتسجيع رجال أعمال سوريين على العودة إلى وطنهم محمد الخضر ورشات عمران في دمشق المتخمة وجعا بعد ثلاث سنوات من الحرب صور تبدد ولو على خجل مشاهد التدمير ونسف الدماء في مشروع دمر إلى الشمال الغربي من دمشق مشروع استثماري برأس مال يصل إلى أربعين مليون دولار مشاركة بين القطاعين العام والخاص توفر ألفي فرصة عمل في أنشطة ترفيهية رياضية سياحية هو مجمع يحمل أهداف رياضية اجتماعية ثقافية تسلي طبعا يسعى إلى تحقيق الربح المادي المنسجم مع هذه الأهداف وهو نتيجة علاقة شاركية مع اتحاد الرياضي العام هو يحقق حوالي 2000 فرصة عمل وهو دائما هناك تعاون كان في سوريا بين القطاع العام والقطاع الخاص لكن في هذه الصيغة التشاركية هو يعتبر نوع لتعاون جديد في هذه الظروف تشجيع الاستثمارات الداخلية تتجاوز عوائده الجانب المادي الصرف الحكومة ترى في جذب الأموال السورية إلى مشاريع جديدة دليل ثقة على الخروج من الأزمة خطوة تضاف إلى إعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وتشجيع التصدير حاليا هيئة الاستثمار السورية شملت من بداية العام لغاية التاريخ اليوم 39 مشروع عنا 10 مشاريع قيد التنفيذ وهي حالة كمان إيجابية في عنا أربع مشاريع منفزة ومعظمها في محافظة السويداء في عنا قطاعات هلأ كثير يعني عم تأخذ حيز من الاهتمام اللي هي قطاع الصناعات الدوائية ونحن كثير عم نشجعها لحتى تألع هذه المشاريع عودة حركة البناء ولو ببطء تبدد صور الهدم والتدمير السوريون يعلنون اليوم تمسكهم بثقافة الحياة بانتظار اتساع المساحات الآمنة مقابل صور الظلام والدمار ثمت صور تعكس إرادة النهوض والبناء إرادة تعلو وأن ببطء لعلها تمحو ما عاشه السوريون خلال السنوات القليلة الماضية محمد الخضر دمشق الميادين المنتجات الزراعية السورية ستصدر قريبا إلى روسيا خلال شهر واحد هذا ما أكده رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو وقال أن مائة ألف طن من الحمضيات ستورد إلى روسيا إضافة إلى ثلاثين ألف طن من التفاح ومائة وخمسين ألف طن بطاطس وأوضح أن هناك آلية معدة للتصدير تتم وفق جدول زمني بحسب توفر كل سلعة وبما لا يؤدي إلى ارتفاع سعرها في السوق المحلية مصر جاهزة لتزويد روسيا باللحوم والأسماك والحليب فقد كشفت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية وصحة نباتية في روسيا أن مصر مستعدة للبدء بتوريد منتجاتها إلى روسيا لتعويض نقص الواردات الأوروبية بعدما فرضت روسيا عقوبات مضادة من جهتها أكدت مصر اهتمامها الكبير بالتعاون التجاري مع روسيا لسد الفجوة في توريدات الخضار والفواكه أيضا ووفقا لبيانات هيئة الجمارك الروسية فإن حجم وردات مصر إلى روسيا وصل إلى أربعمائة واثنين وأربعين مليون دولار عام الفين وثلاثة عشر وهذه القيمة مرشحة للازدياد بنسبة كبيرة في المرحلة المقبلة الاقتصادات الأوروبية بدأت تشعر بثقة للعقوبات الروسية على منتجاتها مزارع اليونان التي تكافح للخروج من أزمتها الاقتصادية خسر سوقا لتصدير الفواكه يصعب تعويضها في المدى القريب 60% من هذه الفواكه تذهب إلى روسيا لذلك يعتبر هذا البلد بالنسبة لنا أكثر من كونه سوقا للتصدير كما هو بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا اليونان تأثرت أكثر من غيرها من دول منطقة اليورو لأنها بحاجة فعلية لسوق التصدير الروسية ببساطة لأنها تشكل واحدة من الاقتصادات التي يمكن أن تعينها بقوة على النهوض مجددا بهذا نأتي إلى ختم النشرة للمزيد زر موقعنا الميدين دوت نت السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر